فيروس كورونا الجديد وقان الله من الأمراض وحفظ الله الجميع الأعراض التي تدل على الاشتباه بوجود عدوى فيروس كورونا من خلال الشعور بالآتي صداع حمى التهاب الحلق ألم في الصدر سعال ارتجاف ضيق في التنفس تسارع ضربات القلب التهاب رئوي فشل كلوي ومن الطرق الرئيسية لانتقال العدوى الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس الانتقال غير المباشر للمس الأسطح والأدوات الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم أو العين تناول الأطعمة دون طهي جيد خاصة اللحوم والبيض المخالطة المباشرة للمصابين وللوقاية من الأمراض بفيروس كورونا علينا اتباع الآتي غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس طهي اللحوم والبيض جيدا تجنب الأماكن المزدحمة كنوز رتاج نتمنى لكم السلامة ترجمة نانسي قنقر